بعد الشرع فعلياً في العمل برخصة السياقة البيومترية الإلكترونية بالتنقيط الفاتحة أفريل عبر أربع بلديات نموذجية في العاصمة بكل من القبة والدار البيض والجزائر وسط وباب حسن يتسأل الكثير من المواطنين خاصة من سائقي المركبات عن كيفية الحصول على رخصة السياقة الجديدة الغير التقليدية يتم إداع الطلب على مستوى البلدية دون الحاجة إلى دفع ملف نيداري بفضل رقم التعريف الموحد والشباك الإلكتروني إذ يحصل المواطن على طلب الغصة الجديدة دون التدوين اليدوي للمعطيات بعدها يتم تحويل كل الملفات بصفة المشفرة من البلديات إلى مديرية الوثائق والسندات المؤمنة ويتم إنتاج الوثيقة البيومترية بالشراكة بين القطاعين العام ممثلاً في المطبعة الرسمية والقطاع الخاص ممثلاً في مؤسسة أشبي وبمديرية الوثائق والسندات المؤمنة يتم من قبل خبراء البصمة الوراثية التحقق من هوية طالب الوثيقة قبل تحويلها إلى ورشة أخرى لوضع المعلومات الشخصية على الواجهة الأمامية والمعلومات الخاصة بالمركبة بمختلف أحجامها على الجهة الأخرى تحت مراقبة فرق متخصصة في الجودة بعدها مرحلة الفرز الآلي حيث يتم وضع البطاقات في أظرفة حسب الولايات والبلديات بعدها يتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى صاحب الوثيقة لتسلمها من البلدية حيث وبعد تقديم بطاقة التعريف للتأكد من الهوية ومراقبة البصمة إلكترونيا يتم تسليمها لكن بعد تفعيلها إلكترونيا بوسطة القراءات لربطها بالنظام الوطني لتسيير النقاط والمخالفات التابع للمديرية الوطنية للأمن عبر الطرق والتي سترى النور قريبا مع نهاية الشهر ستعمم على كل بلديات العاصمة ومع نهاية السنة على كل بلديات الوطن حيث سيتم مع نهاية العام انتاج مليون رخصة بيومترية إلكترونية والعام 2019 سيتم انتاج ثلاث ملايين رخصة والعام 2020 ثلاثة ملايين رخصة أخرى وينتهي العام 2021 العمل نهائيا بالرخصة الكلاسيكية